بسم الله وما زلنا في السلسلة بتاعتنا ما تستغربش ما تستغربش لما تطلب من الدكتور في السودالية ده والإسهال الشهير إيموديوم مدته الفعالة اللي هي لبراميد ويسألك الأسئلة دي هل الإسهال ده فيه دم طب هل فيه حرارة طب هل كنت جاء من سفر أو غيره طب هل الإسهال ده فيسبب أكلة معنا أكلتها أو حاجة طب هل كنت عمل تحليل مثلا تحليل ده طلع أميبة أو غيره الكلام ده كده كله ليه أخوانا لإحتمالية الإسهال ده كمسابة عدوة مكروبية فالأولى هنا في التوقيت ده أن انت بتعمل تطهير ذاتي وتديش حاجة طيب لو انت ديت الإيموديوم هنا ما انت صحيح ممكن توقف الإسهال بس حتحبس المكروب جوه ويعمل لك مشاكل فلازم هنا يتخذ بقى إيه مضاد ضحيوي ومطهر معه وهكذا وطبعا ده مع المين مع الأخ الصال طيب كلمتين كده على الإيموديوم الإيموديوم تبع الكابسولة بتاعته 2 ميلي جرام الجرعة بتاعته حبتين مع بعض إذا استمر الموضوع حبتين تجنبه هكذا بجرعة لا تتخطى 16 ميلي جرام في الحالات الحدة ولا تتجاوز الأيام عن يومين وربعة طيب انكون على حذر جدا 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 مع الناس اللي عندها مشاكل في كهربة القلب وخاصة لو بيأخذ دول اكتئاب الشهير سيبرام أول مضاد ضحيوي الشهير اللي هو كاليريس روميسا تمام كده لأن هنا الخطورة بتزيد أكتر بالنسبة للموضوع كهربة القلب ان شاء الله ننتقل في الفيديو القادم على خير ولا تنسوا اللايك والشير شكرا والسلام عليكم